يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنون فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليت شعري هل يقال يا أية لن السمت أعمل فارجعي إلى الرب كراب ويطر المرح هل يقال يا أية لنفس الغريب تخرجين على سخة نور ويطر المرح ألا ليت شعري كيف تتكون الخوات ويطر المرح صالحايا وفي لحظة واحدة اسممت الروح الى البروان وكفت الساق بالساق الى ربك يويد بالساق هناك تحص العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا اله الا الله في لحظة واحدة من دار الهوان الى دار المعيب المقيم فلا اله الا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة وفي لحظة واحدة من دوار الاشرار الى دوار الواحد القار وفي لحظة واحدة وفي معانا السلام عليكم وفي لحظة واحدة يقولون